تمديد المشاورات اليمنية في الكويت أسبوعا آخر صاحبه مشروع اتفاق تقدم به المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى الطرفين وبينما سارع الوفد الحكومي إلى الموافقة على ذلك المشروع عاد وفد الانقلابيين إلى سيرته الأولى في الرفض والمماطلة والتسويف وفد الانقلابيين أصدر بلاغا صحفيا أكد فيه أن ما تقدم به المبعوث الأممي لا يعد كونه مجرد أفكار مجزأة للحل في الجانب الأمني ومطروحة للنقاش شأنها شأن بقية المقترحات والأفكار الأخرى المطروحة على الطاولة الانقلابيون الذين جددوا تمسكهم بالاتفاق على سلطة تنفيذية توافقية جديدة تشمل هيئتي مؤسسة الرئاسة والحكومة طالبوا أن يكون التمديد للمشاورات بهدف الدخول في مرحلة حاسمة تُعنى بصياغة اتفاق شامل يتضمن كافة الجوانب السياسية والإنسانية والاقتصادية والأمنية دون تجزئتها أو ترحيل أي منها على صعيد تحركات المبعوث الأممي التقى وفد الانقلابيين لمناقشة خريطة الطريق المطروحة ولاحقا سيعقد لقاء مع سفراء الدول الثمان عشرة الراعية للتسوية في اليمن وكان وفد الحكومة اليمنية قد أبدى موافقته على المشروع الذي تقدم به ولد الشيخ أحمد والذي تضمنت أبرز بنوده إلغاء ما تسمى باللجنة التورية والإعلان الدستوري والمجلس السياسي وانسحاب الميليشيات من تعز وصنعاء والحديدة خلال 45 يوما وتشكيل لجنة عسكرية تتولى الاشراف على الانسحابات وتسليم السلاح ورفع الحصار عن المدن وإطلاق الأسرى والمعتقلين ومنهم المشمولون بالقرار الدولي 2216